لكن خليني أقول لحضراتكم أن بما أن نحن نحضر ومستنين وفي انتظار الظهور الثاني للنادي الأهلي يوم السبت اللي جاء إن شاء الله في مباراة نتمنى نتمنى أنها تكون جماهرية وبالفعل دورة النادي الأهلي طلبت الجهات الأمنية على أنها توافق على الحضور الساعة الكاملة لملعب الأهلي ويئة السلام اللي بتقدر بحوالي 22 ألف متفرج عشان تملأ المدرجات ونتمنى الحقيقة نطلب النادي الأهلي وهو طلب أعتقد يمكن قبوله في بداية الموسم وخصوصا الحقيقة مع موسم كان ناجح جماهيريا السنة الفتد كل جماهير الكرة في مصر مش بس جماهير النادي الأهلي حقيقة قدمت طبلوء أكتر من رائع فنتمنى إن شاء الله أن الحضور الجماهيري يكون كبير في المباراة الجاية وعلى المعلومات اللي عندنا كمان بتقول إنه لا الاتحاد الإفريقي ولا تحاد المونستيري عندهم أي مشاكل في الجزئية دي بالعكس في موافقة على ده وتتبقى طبعا موافقات الجهات الأمنية على الحضور الكامل في المباراة نتمنى إن شاء الله يكون طبلو رائع نحتفل فيه بالتأهل الأهلي لدوري المجموعات